اشتركوا في القناة الزيتون لكن الاهالي هنا يواجهون مشاكل كثيرة جراء قرب اراضيهم من المستوطنات اذ ان اراضيهم تتعرض بشكل مستمر لتقطيع الاشجار كما حصل قبل ايام مع اصحاب الارض الذين سنقابلهم بعد قليل لنتعرف على ما جرى بالضبط وايضا يواجهون مشاكل في قطف ثمار الزيتون في هذه المنطقة معنا الان احد اصحاب الاراضي رأي اعطيك العافية المزارع خالد ناجي المشاعلة المنقب ابو فراس عضو رجان دفاع الاراضي اخي الكريم انا بعاني مع المساوطنين ومع الاسرائيين في الاراضي من قبل من اول احتلال اولا بالنسبة لقرتي مساحتها حوالي ثلاثة ألف دنم لا عند الان صادر منها حوالي ثلاثة ألف دنم بسمي مية في المية وزرعت هاي الارض كلها فيها حوالي ثلاثمائة شرر زيتون يوم الاربع صباحا بتفاجأ وان الزيتون كل مقطع هيكوا شافينوا على الكاميرات قدامك وانتوا المشاهدين فهذه عمال المساوطنين انا بس بناشد السيد نتنياهو المحترم اللي بتدعي بالسلام واننا بدي سلام هو ما بدي سلام هو بدي استسلام واحنا لا نستسلم ولا نرحل من اراضينا هو ان بيعملوا في هاي الاعمال بكطع زيتوننا عساس نرحل من بلادنا احنا ما بنرحل ولا يمكن نطلع من اراضينا لو بنموت تحززوننا هذا الزيتون انا تعيبت عليه عشرين سنة عشرين سنة وانا اتعب وابحش واضرع واسكي وفي الاخير في خمس دقائق واحد مستوطن جرثومة يجي يخلع زيتون فيه انا هذا اشي ظلم كم عدد اشجار الزيتون التي تم قطفه وكم هي اعمارها حوالي ثلاثمائة زيتونة مش بالضبط اما حوالي ثلاثمائة زيتونة في منهم ثلاثمائة اعمارها من العشرين للعشر سنوات منوع اشي عشرين اشي خمسطاش اشي عشر ولكن كلها حاملة زيتون حب محترم زيكو احلى زيتون اللي الله بارك فيه في جميع الديانات السماوية في القرآن والتورا والانجيل بارك بالزيتون اللي هو الاسرائيليين بكطعوا بالمناشير ربنا ما قال انك تقطع زيتونة بالمناشير هذا هو الظلم بعدين عندي ست شجرات هينك بالك هناك سنتين واربع فوق عمر الواحد هم متين سنة او مية وخمسين سنة قصوهم بالمناشير شو عاملت سيهم زيتون انا مش فهم شو عامل بهم هذول المستوطنين يعني اللي بتتعرضوا لاعتداءاتهم بشكل مستمر وكان اخرها تقطيع هذه الاشجار من وين بيجوا من اي مستوطنة بالتحديد عمي الاخ الكريم بيجوا كلهم من بيت عين اكثر شيء ومن جبعوت وبالتحديد من بيت عين هنرى جابونا شوية بستوطنين من جهة نابلس كلهم رعا مش بنادمين ما عندهم مش ضمير بيجوا بحتدوا على كل هلبات حرقونا الجامعة قبل ثلاثة اربع سنين قطعوا الزيتون قبل اسبوعين قطعوا الزيتون عند المسركوا الزيتون بيكتوه بيخضوها بيوتهم وبقولنا تعنسك وقطعوا الزيتون بالروح الزيتون بيلاقيه بيش علي ولا حبة فهذا كل اجرام وانا بتوقع ان كل عالم ما بوافق على هذا الاجرام انتم في منطقة الجبعة تحتاجون ايضا الى تصاريح للوصول الى اراضيكم نعم لا احنا اليوم عندنا تنسيق لقصف الزيتون داخل المعبر انا دوري المفهول اروح اليوم اجلتها لبكرة عندنا قصف الزيتون في داخل محسن المعبر اليوم وبكرة وبعدها ثلاثة ايام وكان عندنا اربع ايام لعند بيت عين بس راحوا جدوا جدون الناس لقوم لكصف المستوطين بتلقوه بفضولة عندهم فهوين الجيش عنهم وين اذا اجل الاسرائيل عنهم بتراقبهم مش بعرفوا كل شيء هل أنتم اصحاب الارض تحتاجون الى التنسيق في بيت ايل او في الارتباط لكي تتمكنوا من الدخول خلال ايام محددة مثلا على مدار العام احنا بننسك دائما مع الاسرائيليين بس انت تعرف حاليا ما فيش تنسيق بين السلطة الفلسطينية والاسرائيليين بس هم مباشرة بحكوا مع الصيب الاحمر والصيب بحكي معنا وبروح نبطي بزاتونا هذا الداخل المعبر او عند البيت عين قطعوا بالمنشير شو الفائدة من التنسيق يعني بمنحوكم ايام محددة لقطف الثمار وحراثة الارض نعم نعم في ايام محددة بعطوك يومين او ثلاثة ايام للحراث وبعطوك يومين او ثلاثة ايام بس لا قطف الزيتون اللي هو عند بيت عين في المنطقة الشرقية وفي المنطقة الغربية جو المعبر داخل معبر فاحنا اخي الكريم يعني ان من يوم الاحتلال ما اجع هالبلاد واحنا بنعاني من مشاكل المستوطنين مشاكلهم يعني اشي لا يتصور عقل بيعملوا فينا اعمال شريعة فشو بتلكم ليس لهؤلاء المستوطنين الراجع يعني هم يأتون على تحت جنح الظلام ويقومون بتقطيع هذه الاشجار كما ذكرت 300 شجرة وهي ليست الاولى انما تم تقطيع في سنوات سابقة اشجار انا بتسعة ستة الفين و تسعة اثنين الفين و ستة قلعوا لي تسعمية وثمانية شجرة في المنطقة هذيك في نفس الارض وهي كلها ممثل في الدوار الحكومية وفي الزراعة وفي غيرها ومش بس انا كل البد كاطع الهزتون اتخرب الاراضي انا بحشت بير هناك منعونا كملة هي البير اكبارك في الكاميرا هناك منعونا كملة في ارضي شو لهم عندي بالدعوة اراضي امرية عميمية ما في اراضي على المستوطنين في هذا المكان اللي هو هاي الاراضي ملككم ومعكم اوراق ثبوتية فيها زي ما اتفضل ما عطابوا فيها ما عطابوا تركي وطاب انجليزي واخرى الجيد اسرائيلي ولكن انا بدأ اردعها من الحكومة الاسرائية ما هي اصلا حكومة الاسرائية بدونها ما بصير حكومة هم المنتخبوها وهم المعينوها هم المستوطين هم المعينو الحكومة الاسرائيلية الكل بعرف الحكيها طيب بعد ان تم تقطيع هذه الاسجار لكم في اراضيكم هل تلقيتم مساعدات او متابعات من قبل الجهات الفلسطينية المسؤولة والله الى عند الان لا اما الجهات الفلسطينية ما بتكسر اذا مقدرة احنا شاعرين مع ظروفهم وعارفين ظروفهم صعبة والله يعينهم مع ظروف الهم فيها اذا بقدروا ما بكسروا معنا اما من اسرائيل احنا ما نرفض نوخل اي مساعدات من اسرائيل نهائيا مساعدتنا الفلسطينيين نعم انا عندي ملاحظة صغيرة للسيد مثنياهو اللي هو رئيس وزراء اسرائيل بقدر هو نفسه اذا بده الدور وبده السلام ينجد على المستوطنين في كل المناطق ما يعتدوا على المواطنين خاصة المواطنين المدنيين احنا ما عنا عسكريين ما عنا دبابات ما عنا طيرات احنا مواطنين عاديين بسطين بدنا نعيش بدنا نوكل خبز بدنا نأكذ ذناتنا مشا نوكل منهم غير هيك ما احنا عاملين اشي فيش عنا ارهاب زيما بدي عنا ارهابين احنا مش ارهابيين فيش عنا ولد برجم حجر على اسرائيل احنا بدنا السلام بس هما ما بدنا بالسلام شكرا لك ابو فراس وانت صاحب يعني الارض هنا في منطقة الجبعة معنا الان ابو عمار وهو احد سكان هذه المنطقة ويعاني ايضا من اعتداءات المستوطنين بشكل عامل اعطيك العافية ابو عمار الله يعطيك العافية الصحة يا رب يعني انت تسكن في هذا المكان الذي اتى عليه المستوطنون وقاموا بتقطيع هذه الاشجار وانت على مقربة ايضا من عدد من المستوطنات المحيطة في قرية الجبعة احكينا عن ابرز المضايقات اللي بتتعرضو لها كمزارعين في هذا المكان بيجو يعني انت شايف قصزتهم بيجو مرات على الولادهم مسلحين مع الغنم بيقولوا بيجو بيحاولوا يخذوهن بيمنعونا الاصلح حارتنا الزارع السنة الزارع عاجا جاب غنما واحد اهودي هنان وراح الزارع شايف كيف قالها الفلسطينيين اه الغنم تبعاته ودارهن في الزارع تبع انا بقول هذا مش زارع وهذا الي فهذول الناس الامانة يعني انا مش عارف الواحد بدليشو بدي اقول حسب يا الله ونعم الوكيل يعني هل يعني تحدثنا قبل قليل معك وقلت بان لديك تخوفات كثيرة هذا العام على وجه التحديد من هجمات المستوطنين انت تسكن في بيوت يعني بيت بسيط الا تخاف من هجمات المستوطنين الا تتخوف من هجمات المستوطنين اللي بيجي بيقطع الزتون اللي بيسبح لربنا وبيقطع عرزاق العالم يعني مهما مش فارقة معا يروح يذبح الناس ويحرق الناس ففي احتمال والله كثير مرات بنقول الله يستر فالواحد بخاف يعني شو شو فارق بيقطع زتون بتسبح لرب الناس حشين من وراها هم قبل ايام اتوا الى هذا المكان وقطعوا هذه الاسجار وانت تسكن قريب جدا من هذا المكان واجوا في الليل احنا ما شفناهم في الليل احنا يعني اتفاجأنا لما شفنا الزتون قلنا يستحيل يكون هذا الحكي يعني عينينا عينينا لأمانة شبه ما صدقنا شبه ما صدقاش العقل ولا ولا دين في العالم اسمحنا ينص الزتون هيك هم يعني قطعوا هذه الاشجار من الزتون شو هدفهم شو هدف المستوطنين والاحتلال بشكلها وهم شو بدهم الناس يدشروا الارض هذا هدفهم وانا متأكد يعني بيقول لك هذه ارض فارغة فش فيها ايش وارض خاربة هذا اللي بقصدو الله العليم يعني للسيطرة عليها اللي ترد الفلسطينيين والسيطرة عليها لصالها الاحتلال هذا هو اللي بدوروا عليه بشار فيش فيها زتون بطلوا ناسجوا عليها بتصير خراب انتوا اب عمار مين بتناجدوا يعني في ضل الاعتداءات اللي بتتعرضو لها في هذا المكان من تقطيع للاشجار واعتداءات بأشكال مختلفة امين بتناجدوا لمساعدتكم والله ما في مساعدة الا من الله عز وجل انا اللي بشوفها يعني ما فيش حدا شو بدي ساعد يعني مش فاهم شو بدي مساعدون اذا بتيجي تحكي لأي واحد بيقول لك بنشوف بنشوف فقط وعدت وبس بيحكوا حكي وسلامة روحك يعني وعدونا خمسين مرة في اشياء بسيطة وعالفاضي نعم شكرا شكرا لك بأمار وانت المزارع وصاحب أرض في هذا المكان اذا مشاهدين الكرام هذا المشهد لا يتمثل فقط في منطقة الجبعة انما هناك أراضي كثيرة وآلاف الظلمات تتعرض لهجمات المستوطنين خصوصا في موسم قطف ثمار الزيتون التي تشتهر بها فلسطين خصوصا في شمال الضفة الغربية الاحتلال يسعى من خلال هذه الإجراءات المستمرة لطرد السكان فلسطينيين من مكان سكناهم وإحلال المستوطنين مكانهم إلى اللقاء اشتركوا في القناة